الكمية المناسبة لللحمة للإنسان هل بتختلف حسب إذا كان راجل أو ست عمره سنه ولا هو في نصيحة واحدة هنقولها لمشاهدنا بتفرق قوي بتفرق قوي وكمان مش بس بتفرق كمان لو فيه أمراض معينة لازم كمان نخلي هذه الكمية النص مثلا إنما هي عايزين نقول عامة الأطفال في سن النمو بالذات في سن البلوغ بيحتاجوا مزيد من البروتينات الحيوانية زي البيض زي اللحمة زي الفراخ أكتر من غيرهم بالذات في سن النمو الناس الرياضيين اللي عايزين يعملوا عضلات وجسمه وكده وحتى الستات اللي بيلعبوا رياضة اللي هي بيسموها عشان تعمل تونينج يعني اللي هو جسم يبقى مجدود دول برضو بيحتاجوا إنهم يأكلوا لحوم بس لازم يبقى معاها كمان نشويات عشان ده بيساعد إنه الجسم يحصل على البروتينات ويعرف يدخلها في العضلة نعم الناس لما بتجبر بتبقى احتياجها للحوم أقل واحتياجها للبروتين أقل فكما بدأ يعني نقدر نقول إنه الشخص البالغ بيحتاج ما يساوي بطين كل يوم كبروتينات أو ربع فرخ لو إحنا بنزود سننا ولكن لحمة حمرة ما يساوي الربع فرخ بس هنا عايزين نقول إن اللحمة البتلو هي أقمن لحمة وراها بتيجي اللحمة كندوز وراها بتيجي اللحمة الضاني عايز أقولك بس يا إيمان إنه لو أعدتي مع ربنا ديك الصحة أنت لسا صغيرة يعني مع دكتور تاني غيري بتاعتك زي بعد 20 سنة الكلام ده هيكون تغير لأن من 20 سنة كنا بنقول غير كده أنا هاعد في من القلب إلى 20 سنة يا رب يعني ربنا ديك الصحة بنا يبارك لكم حضرتك تباعينا أكيد حتبقى الكلام بيتغير إنما حاليا إحنا بنقول إن وإن كنا فاكرين إنه اللحوم الضاني بتزود الكوليسترول واللحوم المصنعة بتزود الكوليسترول إلا إننا دلوقتي بقينا بنقول إنه الكوليسترول موجود في الجسم من جواه من تفاولات جواه مالوش دعوة تقريبا من اللي بناكله أنا بردو كنت قريت وده حتى أنا حاسق حريطك فيه أنا كنت قريت مرة معلومة إن آه اللحم الضاني هي أكثرهم دسم بس الدهون اللي في اللحم الضاني خارجية فلو إحنا شننا الدهون قبل ما نسوي اللحمة أصلا مش بعد ما تستوي يعني وتنزل دهونها يعني قبل ما نسوي تتشال الدهون بقدر إمكان فتبقى خالية دي بتكون صحية أكتر من البتلو والكندوز لإن الدهون اللي في البتلو والكندوز جموة الأنسجة ما بتتشافش فإحنا فاكرينها لحمة حمرة لكن هي الحقيقة جواها دهون عكس الضاني الدهون باينة فلو شلناها من الأول خلاص بقيت اللحمة فعلا صافية مش عارفة بقى هي المشكلة في الدهون فإحنا طبعا الدهون دي بنقدر نقللها بإننا مثلا في الضاني نشيل الحتة اللي هي باينة إنها بيضة وناكل اللحمة نفسها وما نقولش بقى دي هي دي أحلى حاجة دي هي دي اللي بتدي طعمة دي هي دي يعني نرحم نفسنا سواء هي حلوة برضو يعني ما قدرش أقول لا هي حلوة بس يعني ناخد منها حتة زارة إنها حلوة بس كترها مضر نعم وبعدين بنقدر نسلو فالدهون بتخرج بتعمل الشربة نبعد عن الشربة بنشوي فالدهون بتخرج برا ولما لاقي حتة دي هنا كده جات قدامي بحاولها زوها وتيجي بقى طرفها في بق إيه ماشي يعني نفوتها في العيد يعني هنفوت عشان العيد عشان العيد